أفدت محطة أم بي سي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن واشنطن لا تنوي المشاركة في الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل مرجحين أن يكون الرد محدوداً وقد يتضمن ضربات على القوات الإيرانية وحلفاء تهران في الخارج أفد المسؤولين الأمريكيين أن نظراءهم الإسرائيليين أطلعوهم على خيارات الرد المحتملة ومن بينها تنفيذ ضربات في سوريا دون تحديد كيفية الرد أشاروا إلى أن الرد قد يستهدف شحنات أو مرافق تخزين لأجزاء صواريخ متقدمة أو أسلحة مرسلة إلى حزب الله